ايه الجمال ده؟ هدومي بتسرقها ليه؟ هدومي فيه؟ في البلابي ديه انت لابسه ليه؟ صباح الفل يا صباح العسل يا صباح السكر اول مسحيت كده دي علبة المغات اللي احنا كايت اختي عملاها لما برت خالص حطيته في العلبة دي وسبته عملت كده تلات معالق كده هحط علهم شوية مية سخنة ونعمل كده شوية مغات يعني نغير ريئنا بيهم انتو عارفين احنا لازم نقوم منهم نكل حاجات خفيفة انا طبعا انا عشرة طبعا نقوم نشرب مغات بالسمنة لبلدي على غيار ريئ سمنة على غيار ريئ عايز اقول لكم يا صباح بطخن كده المهم عمال ما المغات يزخن كنت انا جبتوا ما يدافيا حطت علها معلات خميرة حطت علها معلات زكر طبعا اللي يفتر مغات لازم يعني اللي يغاير ريئة على مغات يازم يفتر زبدة صيحت كده شوية زبدة وكان عندي برطمان السامنة حطيت معلقتين سامنة. وانا عندي شوية لبن رايب. لبن الرايب ده فضيع. وانزلت عليهم بالخميرة والسكر اللي انا ايه نقعهم. كان المغات خلوص معي. هبصوا المغات وحلوته بقى مين بيعشق المغات تعالوا فطروا معي واشربوا له كوبايتين مغات زي اللي انا عملتهم ده. المهم جبت كده كيلو دقيق. هو ده كان الكيس ده ناقص ناقص حبة فانا هزودهم من الكيس التالي. جبت كيلو دقيق وانزلت على الزبدة واللمان الرايب وعجنتهم كده زي ما انت شايفة العجينة حلوة زي وطرية معي. هسيبها تتخمر مسلا نص ساعة. وبعدين اطلحها اقرصها كده في اي على اي صنية. ونجيب الصواني كده ونقعد نبطتها هنعمل قرص بالزبدة. القرص الفلاح اللي بالزبدة اللي بتخلي ريحة البيت مليام برجة. عارفة الست اللي هي الحلوة دي قامت تاجن في الفجرية. انا النهار ده عشان ساحب بدري. ومش من عدتي ان انا اصحى بدري يعني بالفترة الاخيرة. ففرحت قوي قوي ان انا اصحى بدري. قلت اقوم اعمل لهم شوية قرص طرية. وممكن تحطي على القرص بيضة او حبة نسق فيه. انا بحط عليه لبن. شوية لبن كده بالفرشة ودهنت وش القرصة ودخلتها الفرن. عمال ما هي تتخبز من الفرن بقى تعالوا هقول لكم على عاملة. انا عملتها اوعي تعملوها. لانا عملتو ده غلط. انت دي بديل السجاد. هي عشان خفيفة. يعني قلت بما ايه هتطبقها وحطها في الغسالة. او هتعمل الحركة دي. ليه بقى اقوى ان هي ما تغسلتش غسيل لان هي كانت تقيلة قوي على الغسالة. لو انت عندك غسالة كبيرة بقى ما اعرفش يعني بس يعني الغسالة بتاعتي اه كبيرة قوي هي على الغسالة. انا كنت غسل كفرات الركنم اه فيطلعتهم. وحطت دي بقى بصوا عاد تحاول احشرها في الغسالة. اه هي دخلت مش مدخلتش. بس هي كانت الغسالة بتلف وهي ما بتلفش. فيا دوب هي تشطفت بس كده مش وقت ما وصابون لاني كانت رحيتها وحشة اني تكب عليها تقريبا ينتسون حاجة. فيا دوب تشطفت اللي كنت عايزها تشطفت. بس انت بتعملش كده انت بقى عايز تغسلها تغسلها كده وعلى ايديك وخلص. ودخلت بقى بصوا في طبق غسيل بتاعه يدوم سوفي كلها. هيقع في الارض الوقت. بص واحد ابقى وقع على طبق. هدوم سوفي كلها بعد ما غسلتها وقعت في الشرع. نزلت نانو لما تهملي من تحت بالطبق. الحمد لله انت طبقة تليها سليم. واخدت الهدوم شطفتها تاني من اول وكديد. هدام الاستاذ سوفي بقى من التراب ومش عارف ايش هتفتهم وحت تهملي في الطبقة تاني. عيني بقى هنا على القرص بطلع صانية واخدها خلصانية وروح اكمل نشير. بصوا بقى لما الحمد لله خلصت النشير كده شوفوا الشمس بقى عمتنا عاملة ازاي. شوفوا الشمس. بعد ما بخلص النشير دايما دايما والهدوم مبلولة يعني برش عليها كده اي معتر هدوم على الوش بتبقى حلوة. بصوا القرص بقى رحتها رهيبة. طعمها فوق ما تتخيلي طرية. كلها زبدة. وحلوة حلوة حلوة حلوة. بصوا اصلا من هو مش يعني رهيبة. بجد كانت طعمة جدا جدا جدا. وحلوة قوي بجد يعني حلوة قوي. وما قادرها زبا انتو شايفينها سهلة. وحاجات كده على بعضها لا بالمعلقة ولا بالجرام. هي كده بالبركة. صباحكم حاجات طرية كده. صباحكم حاجات طرية ازاي يعني. صباحكم بقول. بصوا بقى ده الفطار الحلو. لما ام بدري لازم اعمل حاجة حلوة زي دي. قلت لحد يغير ريقه على قرصة حد يغير ريقها لحاجة. تبقى حلوة وتعمة كده وطرية وتشربها مع كوبات شيء مع كوبات شيء ولبن. وده كله اشوف احنا عملنا قد ايه بكيلو دقيق. شوف كيلو دقيق الوقتي بكام. وانت عشان تشتري كيلو القرص دي في السوق بكام. وعايز اقول لك بصراحة. انا معادش بلاقي قرص بالزبدة او بالسمنة في السوق حلوة. كلها حاجات مخشوشة وكلها مهاش سمنة بلدي وكلها مهاش نفس الطعم ونفس الريحة اللي احنا بنعملها. مش عارفة ليه. معرفش هي الناس باقي بتسترخص مع انه بتبقى بتبقى غالية. يعني طب انتم بدان بتبقوها غالية خلاص كلفوها بقى عملوها يعني حاجتها حلوة. فمعادش بلاقي حاجات قرص بالزبدة كده حلو. انا عملت دي سيادة من غير عاجوة ولا حاجة. وقعدت بقى كده طبعا اللي انا دقته ده كان بالشاي. انا مريش ده وكنت بعمل لامير شيء فانا سرقت منه شفرطين. اما الفطر الحلو. بصو حلو ازاي? وبقى عمل زي بصو. مش عارفة يا ده بقى ده على على مكان بيلي ولا مش عارف. واما قدت فترتها بعد ما فترت قلت يا ناشوة بعد المغات والقرص اللي انت فترتها دي. انت كده عتتفجري. قمي عملك شوية مشات وحاركة كده خدومي اللي انت عملتي ده. قلت كده قدت النوم بقى بقى لها كام يوم ما تغيرتشو بقى وفتحتها وقلت فتحها. ودخل فيها الشمس بقى. الكمودين بتاع علي ده انا بكرهه. ودسالة الى علي يا شيخ حرام عليك الكمودين وده انا كرهته. طول النهار مطلع عليه علب العلاج والخواتم الساعات السبح البتاع الورق. بصو ايه ايه اجاية ايه كباية الشاي وكباية الميو. كباية انا كرهت الكمودين. المهم قلت بمعمل كده الخلطة اللي هي شوية جربوناتو على شوية خل على شوية صابون كده على شوية معتر. ويخدهم بقى وخش يا بت يا نشوة نظفي فين. شوفوا بقى هو عم الرغوة هو الواحد ومن غير اي حاجة. وخش بقى ايه نظاف القوطة تنظيفة العميكة اللي انت بتنظفيه كل مرة. البخة دي حلوة قوي كده زمانتو شايفين ابو خى عليها وكمودينو تلمعتو. حتى الازاز اللي مع معايا والخشف اللي مع معايا كده مع لهش طراباية. انا بصو طول ما القوطة كده نظيفة وما فيش فقط ربو مقفولة. انا كنت زمان زمان اولادة صغيرين. كنت بعمل حاجة مش حالوة. اللي هي ايه بقى? ان انا كنت افضل قطة في قطة النوم. يعني كانت قعدت ناتوري الشتاة في قطة النوم. ده كان زمان. اه قبل ما احكي لكم كانت زمان شايفيني السماعة دي سماعة اللي هي بلوتوز. اسمها هونر. دي كانت جايرة من السعودية. عايز اقول لكم فضيعة. نوحة حلوة قوي 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 قوي. التلفور الاحمر اللي اطلعت لكم الوقت تتبقى لكم ده حب عمري. ده انا يعني شفتي فيه احلى ايام حياتي لان هو ده كان وش استعد علي. وهو ده اللي عملي اول ما عملت القناة كان هو يعني كان هو يعني كان هو يعني كان فيه مش مصدر رزقي. لأ شفتي فيه حلو يعني حلو كله. التلفون ده فمحتفظ ابو. يعني انا عينيها انا مقتل عمري وكنتش عايزة اغيره بس هو خلاص جاب معي اخره. فمحتفظ ابو ده التلفون اللي كان كل شوية عالي يزلين يقولي بزمتك مش مكسفة وانت طالع بالتلفون اللي من غيرك كاميرا ده. بس الله كان حلوها بكاميرا بس هو كان حلو. المهم بقى علمات طبعا الكوميدونو بتاعي بس عماتا الكوميدونو بتاعي كان دايما رايق يعني دايما رايق كده وعليه حاجات بسيطة. كده يعني لكن الكوميدونو بتاعي عليك ركبت السنين. بصوا السجدة بقى كانت تلعت وعايز اقول لكم طبعا هي ما نشفتش قوي يعني لان هي الغسالة كانت بتلف وياه كانت تقفى سبت زمهاي. بس الى حد ما المهمت غسلت وراحتها بقت حلوة ومنظفات ومعطرات ومش عارفة ايه. مش مشكلة بقى هي تنشف براحتها على الزور. دخلت بقى شغلت الغسالة حتت بس شوية كورور صغيرين على شوية مسحوق. وكس العجينة ده اللي هو منظف كده الهدوم البيضة بيخلي الهدوم الجيدة زي الفل. وحطيت فيها ايه بقى الكافر المرتبة الابيض ده بيخليها زي الفل. كان نفسي استناه. وستقصة الراوة والغسيل والتنظيف والريحة الحلوة. شوية كده اول ما الماء دي تنزل بقى الماء الوزخة دي كلها. حط بقى شوية معطر كده. ريحته حلوة. يخلي كفر كفر المرتبة كده فل. حطي في الشمس يعقم كده المرتبة. خلي القطة بتاعتك ريحيتها حلوة. عملت ربح معلقة نسقفي للبيت ندين. البيت ندين عايزة نسقفي وانا كوش عايزة جبت لها قلت عشان ما تصهرش وتصهر الولا. فعملت روبع معلقة نسقفي بس وحطت لها شوية لمن وسخنت ولها في المايكروي. انا بزوق استير حتة ضغنطوطة كده وبفتح الشباك. الشباك ده في المعاد ده بيدخل الشمس. طبعا كل حد فيكو عارف ان الشباك ده بتاعك وانتو. في المعاد الفلاني بيجيب الشمس. اما البلاكونة الفلانية فيها الشمس. اما رحية المطبخ في المعاد الفلاني يبقى فيه شمس. انا بحفظة. يعني انا حفظة كل شباك عندي بقي الشمس بتيجي فيه امتن. المهم زمانتو شايفين كده بقى عادت لان مع السرير كده عشان اللي هي الزراير دي كلها الفتحات دي دايما متلي المطرقة. فدايما بنطفها. عملت كده قرصتين وقلت وراح اصبحها لعمة سوفي وقوله انا جبت لك الفتال يا عامة سوفي. استاذ سوفي? انا جبت لك الفتال انا جبت لك الفتالة. ايوة يا جماعة انا عامة سوفي بيحب يفتر الصبح وقرص بالسمنة البلدي. همال انتم بتكذروا. وانا سوفي اي كلام ده انا سوفي عند حبيبي. ومدخلت بقى عادت معهم شوية وغيرتلو. وبعدين قلت كان السير بقى بدأ القطيفة دي تنشف شوية كده وبقت زي الفل ودخلت عشان اغير بقى كزي المخدة. وقفلش السرير بقى زي ما انتم شايفين. وكنتم بطلعة على المفرش اللي مش عاجب نادين ده. مهم يعني نفطت السرير بقى طنفتة حلوة كده. مغير مغسلتش المرتبة ولا حاجة. يعني هي هي مفيش فاقة حاجة. حطت عليها بس كده رشطت عليها معتر. عشان ايه كل ما تهز المرتبة مسلا وانتو نايمين رحة المعتر تطلع كده. وفرشت الطقم الاحمر ما نقولت الليلة دي كلها تبقى ايه? يبقى اليوم كله احمر كده. ملاية حمرة ومفرش احمر. يبقى ايه? اوضة حلوة كده. حسني قط الاعداء. مش عارفة في ايه ما دي النهاردة. اكتر ملاية تصير ان كنت بحبها. نادين بيتي مش بتحب الالوانات دي. واغلب الناس مش بتحب الالوانات. بس انا كنت بحبها. المفرش اللي انا هفرشه ده دلوقتي ده انا متجوزة بي. يعني انتبه قالوا الوقاتي عشرين سنة يا جماعة. عشرين سنة وزي الفل هو. مالو. مالو كده زمان بقى اللي عنده المفرش ده يا سلام. يعني اللي عنده المفرش ده ايه يظهر يا جماعة تحت وكتبنا في الكومنتات لو سمحت. معلش. ده اغنياء البلد على فكرة. دي كبرات البلد. دي كبرات البلد اللي عنده هو المفرش ده. فكروش يعني ايه كلام. مفرش بقى ده من سنين السنين موجودة هو والله. بس في كيس مخدى بتاعه مش عارفة وفوه في الشقق اللي فوه ولا هو راح فين مش لقياه. بس عندي كيس المخدى بتاع الميلاية ذات نفسه حطتهم الاتنين ورا بعد كده. هو الجيش بقولك تصرف. كان الشمس خلاص راحت من الشباك ده راحت الناحية التانية في الشباك التاني. بصوا انا ماشي ورا الشمس. يعني مرقباها. اغدين بالكونتو. قفلت بقى الشباك كده. ورجعت بقى عدت زوق في السرير لما رجعته كده الورا. وجبت كومدونيات زبطوها معاه. وبس زي الفل. بصوا السرير بقى شكله حلو ازاي. كناست كده مكان البف عشان نرجع كده البف زم هو. بس بلم مع تحته اول. يعني ألم مع تحت البف عشان نبقى دهها تنظيف. دايما هايز اقوله كل مرة بعمل فيها روتين او تنظيف. الحمد والله يعني دايما ما بطلعش كلمية اللي بقى فاهمين. ليه? لان على طول بنظف. طول ما انت ايدك في الحاجة هتحفز عليها. ويبقى رحتك بيتك حلوة. وبيتك كده نظيف. وتبي قاعدة مرتاحة. وقضة نومك كده تبقى حلوة. كنت بقولك كنت زمان بعمل غلطة ايه بقى ان احنا كنا عايشين في قضة نوم. يعني كانت فيها الشاشة التلفزيون. كان زمان التلفزيون بقى. وكنا قاعدين اكلين وشاربين عايز اقولك لو انت بتعملي كده فدي اكبر غلطة انت بتغلطيها. انا الوقتي او بقى اللي سنين عاملة قط النوم دي يعني ايه? يعني حاجة كده خاصة قوي. اللي هي اخشها بالليل بس. ساعة النوم. تحس ان انت دخلها بقى تنامي في حتة نظيفة. حتة متروقة. حتة كده دوء. يعني فاهمين? لكن طول النهار بفتح قط النوم. لا. ما حبش كده. احب طول نهار نبقى قاعدين في الصالة. قاعدين في اي حتة. لكن قط النوم على النوم بس. انا تعلمتي دي متأخرة. كنتش اول بعمل كده. كنت الاول اول ما اتجوزت. حط الطبق. احط الصينية الاكل في قط النوم. نحط اي حاجة قاعدين اكلين شاربين زمان في قط انهم كان عايزوا غيرين. وهلقي كنت ببقى عايزة حافز على الشقة. ابقى مش عايزهم يبهدول الشقة. فكنت نحبس نفسنا كلنا في قوضة. كنا نقعد ببقيل نتفرج على برنامج كان بيجي. زمان قوي ده يعني ما زمان قوي كان اسمه توب شيف. اه كان برنامج كده مسابقات وكان حلو. كان ايام جميلة. نعم. كل ايامنا جميلة ربنا يحل ايامكم. بس انا في رشت السجدة دي مؤقدا عمال ما المفرش بكرة ينشف. اول ما ينشف كده وياخد التشميسة الحلوة. باخد الشمس الحلوة وبقى شيل ده وحط ده ان شاء الله. انا شيت بقى كده المعترها السرير. ولمعت القوضة كده خليتها فلة 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 فلة. وقيت رحتها حلوة. شغل بقى شوية كرآن. ونقفل بقى القوضة ونقفل الشبابيك ونقفل البلكونات. ونخرج نور طوعة برنا نشوفها نتغدقين نهاردة. هتتغدق ايه يا ناشوة وصوصا جمال القوضة وحلوتها. وارتقل الهدوء حلو. وننظفة حلو. والله العصيب. احساس حلو. اخر اللقطة دي انا بحبها. اخر لقطة للتنظيف كله انا بحبه. طبعا القرآن وقتينسي القرآن مزن شغاله كل يوم. هتبخ ايه مهاردة يا ناشوة انا هتبخ عادس. بنتي نجين قدت يا ماما انا عايز شربة عادس. بعدت كده جبت جبت. كان عندي حادس طلعته بس حسيت قوليه البعدت جبت كمان عليه شوية عادس. انا بس بس شربة العادس بحط فيها اي قدر عندك. بصلايا. بصينتون. 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 فعملت كده وحطت في لفلايا وقرني في لفل حامل. بس خبص. وشوية الجزر دول اللي انا بقى خزناهم في التلاجة. حطيت شوية ويخسلهم غسل حلوة. وبعدين انا نسلهم على عادس. لما العادس يتسلق كتانا بقى في الوقت ده. بخسل الموعين. انا عادت اخسل بقى الموعين حتى المطبخ بقى نضفه بقى زي الفول. الحمد لله كان ميكاركي برضو. كنت بشوية حاجات بس غسلتهم وخلقته زي الفول. عازك دايما تقوم تشكعه ومتنشطة وتقوم تشوفه اللي وراك ايه. العادس كده لما ضربته حطت على شوية ملح شوية شوية فيلفل اسود. وبس هنجيب حتة سامنة بلدي كده جموسي. البهارات بس بتكالكع كده فبقوم ايه فكيها. حتة سامنة بلدي كده جموسي من اللي هي تسياحيها راحتها تقلي بالشقة. عارفها انت دي? ايه بس زبدة دي منين اللي انت استعملتها يا انا شوف اول الفيديو والزبدة دلوقتي. دي كان من زبدة الريف. اللي انا قلت جايبها لكم كم يوم. حطت شوية شعرية حمصتهم كده وانت كان نور قطع. قدوا بالكم نور كده قطع يعني. زيبت عليها بشوية الشربة وخلاص. وكان ايه الغداء كده خلص. نور ايه جا بينهم. بيقعد اقل من الساعة دلوقتي. كان اقل بيقعد ساعة النور قطع الوقت اقل من الساعة. ايه عدت كده كسر بقى اللي كان عندي عيش كده اسم. قولي اسم يعني. والسعيش ناشف كده عدت كسره. وغرفت بقى دي اللي انا بغرفها في اللطبق دي شربة عادسة بالشعرية. تبقى تقيلة شوية. دي مش اللي بتحط على الفتاة. اما اللي انا فتت لها عيش دي. لا زي فتة. بس فتت عادس بقى. دي بتبقى الشربة بتاعتها سايحة يعني سايلة شوية عندي دي دي بقى تقيلة شوية. عايز اقول لكم والله العظيم النهاردة اكلنا وشبعنا من شربة العادسة دي وبينموت فيها. انا وغلادي بنحبها. طبعا عالي لأ بس هو اكل يعني اكل عشان فتة وعادسة وكده. معلش يا جماعة بس سؤال معلش. ايش يا كده? ايه جمال ده? هدوم بتسرقها ليه? هدوم هدوم فيه? هدوم فيه? في البلابي. هدوم انا. ديه انتي لابسة ليه? ايه فيه احبها. اه. ادي امونها. الليفت ده وحش. مش مهم بريمت للليفت. هم انت حامل انت غلاص ما تشحان. ايوة انتي عاد. عايز اقولك الاكل. انتي الاكلة دي اه انت اضم المامي. ايه؟ ايه؟ احبا هي ايه بذلك. هو انت سوط اتراحب. اتشعر. طيب انتي انت ايه اللابسة دا? انت دولاب مامي. دولاب مامي. اكتبو لها في الكمنتات دين الحرامي. ايوة انا انا موافق. تقول لحو الكوميتين ده ده لحرمي. ولازم الاكلة دي عايزة زتونتين كده من اللي سموها حبيبتي كانت جايبة اوملي متحرمش منك ابدا. ونقعد بقى كده كان عندي شوية بامية سخنطوم. وده الاكل الجميل بتاعنا. حلو ولا مش حلو? اكيد حلو. يلا تصبحوا على خير. باي باي.